بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه أرحب بكم في هذا اللقاء للحديث عن موضوع أهم عشرة نصائح للاستعداد للاختبارات مع اقتراب انتهاء كل فصل دراسي يسعد الطلاب والطالبات في مخترف المراحل الدراسية للاختبارات النهائية يعتبر هذا الأمر ليس ممتعا إطلاقا للكثير منهم فيما يلي سأسرد أهم عشرة نصائح يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أولا امنح نفسك وقتا كافيا للدراسة ضع جدولا يتناسب مع طريقة دراستك ولا تترك أي شيء للحظة الأخيرة اكتب عدد الاختبارات التي لديك وعدد الصفحات التي يجب أن تقرأها وعدد الأيام المتبقية لديك بعد ذلك قم بتنظيم عادات الدراسة وفقا لذلك ثانيا تأكد من تنظيم مساحة الدراسة الخاصة بك بحيث يمكنك التركيز بشكل كامل تأكد من أن الغرفة مشرقة بما فيه الكفاية وأن مقعدك مريح انتبه إلى التفاصيل التي يمكن أن تصرف انتباهك وقم بإزالتها ثالثا خذ فترات راحة منتظمة حتى يستعيد الدماغ تركيزه لا ينصح بالدراسة ساعات طويلة لأن ذلك مرهق وكذلك بسبب أن الاحتفاظ بالمعرفة على المدى الطويل أمر شبه مستحيل الجزء الأكثر أهمية في الدراسة هو تطوير روتين يناسب أسلوب دراستك رابعا استخدم طريقة الاسترجاع البصري يمكن أن تكون المساعدات البصرية مفيدة بشكل خاص عند مراجعة مواد الدراسة في بداية الموضوع اكتب كل ما تعرفه بالفعل عن الموضوع قم بتحويل ملاحظات المراجعة في رسم تخطيطي وبهذه الطريقة يمكن أن يساعد الاسترجاع البصري في الاستعداد بشكل كبير عند إجواء الامتحان خامسا واحدة من أكثر الطرق فعالية للتحضير للامتحانات هي التدريب على إصدار قديم من الاختبارات السابقة سيساعدك ذلك في الاطلاع على تنسيق الأسئلة وصياغتها وسيكون من الجيد لك معرفة ما تتوقعه وأيضا كممارسة جديرة بقياس الوقت الذي تحتاجه للاختبار الفعلي سادسا اشرح إجاباتك للآخرين بمساعدة عائلتك أو أصدقائك اشرح لهم سبب تفهمك للإجابة على سؤال معين بطريقتك الخاصة سابعا يجب أن لا تأكل طعاما غير صحي أثناء الدراسة حافظ على صحة جسمك وعقلك عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات المفيدة لك والتي من شأنها تحسن التركيز وتقوي الذاكرة ثامنا ينصح بشرب الكثير من الماء أثناء الدراسة للامتحانات وحتى أثناء الامتحانات فذلك يساعدك على تحفيز التركيز وتقليل القلق والتوتر تاسعا قم بتخصيص وقت محدد قبل أن تبدأ جلسة دراستك إلقي نظرة على قائمة مهامك وامنح نفسك وقتا محددا لإنهاء كل مهمة إذا لم تنجز شيئا ما في الوقت المحدد فكر في ما إذا كان هناك أفضل وقت إذا ما كان هذا أفضل وقت للاستمرار في ذلك أو البدء في العمل على شيء آخر عاشرا احصل على قصد كافي من النوم يشير الخبراء إلى أن ثماني ساعات من النوم في الليلة التي تسبق الامتحان تعتبر مثالية تماما قد تشعر بالميل إلى الاستذكار لساعات متأخرة من الليل لكن تذكر أنك ستحتاج إلى الطاقة والتركيز أثناء أداء الاختبار وأخيرا كلما اكتسبت خبرة أكبر في إجراء الامتحانات ستجد الطرق التي تناسبك أكثر وستتعلم أفضل طريقة للتحضير قال الإمام الشافعي رحمه الله ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع ترجمة نانسي قنقر